توقع بنك أوف أمريكا أن يصل تضخم الغذاء في الولايات المتحدة إلى 9% بحلول نهاية عام 2022 مشيرا إلى أن معدلات التضخم التي تشهدها البلاد هي الأعلى منذ عام 1981 أزمة جديدة تواجه الولايات المتحدة الأمريكية تسببت بها الحرب الروسية الأوكرانية حيث كانت الحرب سببا في أكبر ارتفاع لأسعار المواد الغذائية وسط مخاوف وحالة من عدم اليقين بشأن موعد انتهاء هذه الحرب حيث يعيش رسم السياسات المالية والنقدية في الولايات المتحدة حالة توارئ بهدف خفض أسعار المستهلك والتي سجلت ذروة أكثر من 40 عاما نسبة التضخم في الولايات المتحدة بلغت 8.5% وسط توقعات بوصولها إلى 9% وبحث بتقارير دولية هناك توقعات أن تواصل أسعار المواد الغذائية ارتفاعها غير المسبوق في الولايات المتحدة محذرة في نفس الوقت من تداعيات مواصلة معدلات التضخم من ارتفاعها بحلول نهاية العام هذا وتوقع بانك أوف أمريكا أن يصل تضخم الغذاء في الولايات المتحدة إلى 9% بحلول نهاية عام 2022 مشيرين إلى أن معدلات التضخم التي تشهدها البلاد هي الأعلى منذ عام 1981 وتظهر إحصاءات مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة أن مؤشرات الاستهلاك لم تتراجع حتى عندما وصلت أسعار المستهلك عند ذروة 40 عامة إذ ما تزال نسبة من الأموال المحفوظة لديهم لم تصرف بعد وقد حصل الأمريكيون سواء كانوا أفراد أم شركات على أكثر من 5 تيرليونات دولار على شكل حزم لتحفيز الاقتصاد المحلية وهذه الأموال يجب أن تصرف ما يعني زيادة في الطلب والاستهلاك وهو طريق لزيادة الأسعار